السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلم بكم متابعين بالقرام في قناتكم التعليمية ابو دونيا الالكترونيك. معكم اخوكم محمود ابو دونيا. اليوم ان شاء الله معنا فيديو جديد معنا شاشة دي الشاشة سكايلين سمارت. فيها مشكلة هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي هندس من الرمود كده ونفتع الشاشة. زي ما واضح امام حضراتك كده الشاشة بتالت تبوت. المفروض كده الشاشة هتفتح معي. لكن الشاشة بتفضل على نفس الوضع كده مستمرة. مافيش اقلاع. بعد ما بيحصل اقلاع. بيتقف الشاشة على نفس الوضع كده. والشاشة ما بتشتغلش. المشكلة دي مبدئيا كده. مظهر العطل فيها العطل ده. 90% صوف توير. مافيش مشكلة في البوردة. لكن طبعا لازم ان نفك الشاشة علشان نشوف في مكسفات في شيء ممكن تسبب في كده. لكن ده مش عطلوا مكسفات ولا عطلوا في البوردة. وبنفك برضو الشاشة لسبب تاني. علشان ان ما نيجي نعمل لازما نعرف رقم البوردة او اللوحة الام. علشان نقدر ننزل المناسب للشاشة. لان في اوقات ما بتلاقيش نفس الموديل الشاشة مسلا ممكن ما تلاقيش نفس الصفت موجود. فانت بتنزل الصفت على نفس البوردة. رقم البوردة وبتغير الرمود في الحالة دي لو نزل الصفت للموديل غير الموديل. احنا في الحالة عندنا دي هنعمل او 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 للشاشة دي. من خلال الفلاشة يو اس بي. هنطل على انترنت ان شاء الله ونبحث عن الفلاشة. وننزل الفلاشة ونحطها على فلاشة يو اس بي. ونبدأ نركبها في الشاشة ونشوف مع حضراتكم ننزل الصفت وير لشاشات السمارت دي ازاي تابعوا معنا. هنروح ننزل الصفت وير. لكن قبل من نزل الصفت وير لازما ندل حضرتك معلومة بقى علشان تبقى عارف اللي اتكلمنا عليها. احنا هنا هنشوف رقم البوردة عندي. رقم البوردة ده مبقى مكتوب اوه. ده رقم البوردة عندي. سي في خمسة وتلاتين تمانية اتش بي اربعة وعشرين. موديل الشاشة. سكاي لاين اتنين وتلاتين اس تمانية وعشرين ايه. هنروح جوجل ونكتب موديل الشاشة سكاي لاين. الموديل اللي موجود عندي هنا ده. الرقم اللي هو موجود هنا ده. اللي هو اتنين وتلاتين اس. تمانية وعشرين ايه. وبعد كده هنكتب رقم البوردة هنا. وهيظهر لك الصفت وير بشكل البوردة وكل شي. لازم انتبع نفس البوردة هي اهي. وقت نزل الصفت وير زي ما هنشوف دلوقتي هنروح لنزل الصفت وير مع الانترنت. تابعوا معنا. وبعد كده هنروح نديه للشاشة. اشتركوا في القناة اول شي هروح للفلاشة هعمل فورماط. فرمط الفلاشة. يعني اقل الفلاشة عندك هتوبة ثمانية جيجة. هتستخدمها. بعد ما اعمل فورماط وانسح كافة البيانات اللي موجودة في الفلاشة. هروح للصفت وير اللي هنزلته. ادي الصفت وير. موجود اربع ملفات. زي ما هو واضح كده. هناخد ملف واحد فقط لغير. الملف ده. واعمل له سند هبعثه ليه الفلاشة. ملف اللي اخدناه اللي هو الملف ده. هنتظر لغاية ما انتهي التنزيل. ونروح بعد كده للشاشة. تابعوا معنا هنتظر لغاية ما التنزيل هي انتهي. ونقضي الفلاشة بعد كده نروح للشاشة مباشرة. بتحميل هنا خلاص. انتهى. كده خلاص هنروح للشاشة. هنا الشاشة هنبدأ نركب فلاشة مدخل يو اس بي واحد. وبعد كده المفروض ان احنا هننفس الشاشة باور. نفس الشاشة باور. هنركب كابل الباور. اول دي اول تجربة وهنشوف الشاشة هتبدأ. احصل فيها اطلاع لوحدها. المفروض هنالغط على زر باور مرة. هتبصة طويلة كده. اول ما اركب الفيشة. في كزا طريقة علشان تنزل سوفت وير. فاحنا اول طريقة ان احنا اللي احنا هنقوم بها. هنركب كابل الباور وهنضغط على زر الباور هنا. ونشوف النتيجة. لو سحب معي الصوفت خلاص ما سحبش هنجرب طرق تانية. طبعه معنا. هتفع كابل الباور كده. وهضغط على زر الباور. وبعد كده هركب كابل الباور وهنضغط على زر الباور. وبشارت هكده ومنشوف. هبدأ هنضغط على زر الباور دكتور طويلة. نتيجة. فهنا. طريقة التانية ان انا. هطف الشاشة وشغلها واضغط على زر رفع الصوت. من الرمود من هنا. شغل الشاشة اضغط على زر الباور. وانا اضغط على بعد كده اضغط على زر رفع الصوت مباشرة. اضغط ده اضغط على زر رفع الصوت. في الشاشة هنا المفروض في لمبة هنا. لمبة البيان لاحظوا عدراككم تعمل ازاي. فهننتظر كده ربما. يحصل. راعلك ان هي حاليا. مفيش اي نتيجة. طبعا لازم ان نحاول وفي كزا اضغير عشان نزل الصوفت وير. في وقت بعض الموديلات بنركب الفلاش وبعد كده بنركب كابل الباور. وضغط على زر الباور الشاشة بتشتغل. اللمبة دي بتغير والشاشة بتشتغل لوحدها تبدأ تسحب الصوفت وير. وبعد الشاشات بنحتاج ان احنا اضغط على زر التعليط الصوت. بعد ما نفتح الشاشة نضغط على زر التعليط الصوت على طول. لغاية الشاشة ما تبدأ تصحب الصوفت وير. وفي بعض الشاشات لها طرق تانية. فاحنا نحاول ونشوف الشاشة دي هتجيب معنا باي طريقة. فتبع معنا ان شاء الله. هنا في خطوة انا قمت بيها. خدت الفلاشة وعملت لها فرمات تاني. انا كنت عامل فرمات على نيتفز. حاليا عملت فرمات على فات اتنين وتلاتين. فرمطت الفلاشة على فات اتنين وتلاتين. وحطيت فعل ملف تاني. وبعد ما ركبت. ودست باور. اتفاجئت بان الشاشة حصل اقلاع مباشرة على الفلاشة. بعد ما فرمطت الفلاشة على فات اتنين وتلاتين. بدال نيتفز. حصل معايا اقلاع زي ما واضح حضراتكم كده على الصوفت وير مجرد ما تغطي على زر الزر باور. ابتدى الصوفت وير الابجريت يشتغل معايا او التحديث يشتغل معايا او. وابتدت الشاشة تبوت من على الفلاشة زي مواضح امام حضراتكم. المفروض بتنتظر ثلاث ثواني وهي بتبدأ تبوت لوحدها زي ما حصل كده وهننتظر بقى شوية حوالي عشد ثواني او دي ايه ولا حاجة لغاية ما تخلص التحديث. فهي الطريقة على طول المعتمدة معنا ان احنا بنقلع كابل الباور وبتركيبه تاني وبنضغط على زر الباور الشاشة بتشتغل بتاخد الفلاشة الوحدها زي كده. وفي احيانا تاني ما بنحتاج ان احنا بعد ما تشغل الشاشة بتغطي على زر الرافع الصوت. فبعض الموديلات بتحتاج بعض الخطوات الزيادة. لكن الاغلبية انك انت بتركب الفلاشة في وانت خلع كابل الباور. بعد كده بتركب كابل الباور وتفتح الشاشة باور بيبدأ الصوفت وير ينزل معاك زي كده. فمشاكل الشعار دي على طول ما تعملش الشاشة صوفت وير كامل. هتخش تبحث على update للصوفت وير اللي موجود عندك زي كده. وتنزله مساحته بتبقى صغيرة لان هنا ممكن تنزل الفلاشة الكاملة ممكن حوالي تمانية جيجا او حاجة. لكن هنا مساحت الصوفت وير ده التحديث ده حوالي واحد جيجا. كده الشاشة. طفت ايه? ابتدت تقلع. دخلت على recovery. بيدي ده عملية مسح. ارسنج اوه. طبعا انت في الحالة دي هتعملش اي شيء. هتنتظر لغاية الشاشة ما تبدأ. تخلص لوحدها. هنتظر ايما الشاشة لوحدها هتعمل اقلاع لوحدها. ايما هرفع الفلاشة بعد ما نازل نعمل الخطوة دي. واسيب الشاشة تكمل حاليا الشاشة كده تفت. اللم بحامرة. فلو ضغط على زر بار هتعيجي الخطوة تاني. فانا هنتظر. علشان ما هنكررشي الخطوة اللي فاتت دي تاني. شوف الشاشة هتفتح بار لوحدها بعد بعد فترة ولا لا? علينا الشاشة ما فيش اقلاع ولا فيش ايه. سابتة كده على وضع لامب الحمر وما اظنش ان هتطور للفترة دي. فهنا هروح للفلاشة. هخلع الفلاشة اللي قس جدا انا ركبتها. الفلاشة. هلغط باور بقى ونشوف. ان شاء الله. كده الشاشة فتعت ايه? بعد ما رفعت الفلاشة الشاشة فتحت طبعا لو سبت الفلاشة مكانها هتحاول تدخل معاك تاني تعمل تاني زي ما حصل معنا كده. فكده بعد ما خلعنا الفلاشة طبعا الشاشة فتحت بلوجو غير اللوجو. مع انه المفروض منزل الشاشة بنفس موديل الشاشة ومنزلها بموديل البوردة. فهنا نزل بموديل البوردة لكن الرمود ان شاء الله يبقى شغال معنا عادي. هنحاول برضو نشوف الرمود هشتغل ولا لا? هنتظر كده لغاية الشاشة ما تبدأ تحمل لوحدها اللي الخطوة دي ممكن تطول معاك شوية تاخد دقائتين تلاتة فيش مشكلة. هنا اللمبة هنا بطوم دي. الشاشة المفروض هتعمل بوت. لكن لسا نفس المشكلة هي هي لكن المفروض هتحقق تشتغل دلوقت. المفروض يعني بعد ما عملنا اللي بجريت ده المفروض الشاشة هتشتغل طبيعا. لكن هتعمل لها فورمات كامل وضبط مصنع هنبدأ نعمل اعدادات الشاشة من الاول. وزي ما هو واضح امام حضراتكم. الشاشة اطلعت ايه? وروح كده نشوف الرمود هشتغل معا ولا لا? بالقاسهم كده. الرمود الشاشة هوا. هدي الرمود. نغير بالقاسهم كده في الجنب. ابتدت تغير معايا طب كويس. رمود اشتغل. نغير اللي هو هنخليها عربي. خطر اللي بعديها. عد الخطات دي كلها مبروك اجتمال الاعداد. اوكي. وزي ما واضح امام حضراتكم الشاشة اشتغلت. بعد ما قمنا بعملية الابجريت. وهنا حاليا طالب منك ان كنت تستخدم مدخل من مداخل. هندخل كده من حد دي مدخل من مداخل عندنا. تمام? قمنا الوضع كده الحمد لله. ترجمة نانسي قنقات لقمتها. آآ يعني خلاص كده المشكلة عندنا تحلت ان شاء الله. بقى ان احنا هنعمل نجرب الشاشة صوت وصورة. لكن هي كده خلاصي الشاشة بوتت واقلعت معنا. وزي ما شفتوا كده دي طريقة تنزيل لحل مشكلة توقف الشاشة على الشعار. طبعا ما تنسوش انك انت هتاخد ملف واحد هتحطه في الفلاشة اللي احنا حددناه. وهتفرمت الفلاشة على فاتي اتنين وتلاتين وليس لان احنا فرمتنا الاول على طبعا الفلاشة ما بوتتش لانك انت فيه سغطين علشان تعمل فرمات للفلاشة وتمسح البنات اللي عليها. اول صيغة اللي هي نتفز. وتاني صيغة اللي هي فاتي اتنين وتلاتين. فانا ما هفرمت هفرمت على فات اتنين وتلاتين. تمام حضراتكم وبعد كده هتحط ملف واحد. اللي احنا وضحناه في الفيديو. وهتركب الفلاشة وتلغط على زر بار. تسيب الشاشة مع نفسها كده. هيحصل اقلاع وتشتغل الشاشة زي ما شفتو كده حضراتكم. وهنا ان شاء الله تكون انت الفيديو مع حضراتكم النهاردة انت زرنا في فيديو جديد. ويا ريت لو استفدت من الفيديو اريد تضغط لايك. انت شارك الفيديو مع اخواننا. عشان الكل استفيد. تعليق طيب من حضرتك. ونختم كلامنا زي ما تعودنا بالصلاة والسلام على النبيل وده سيدنا محمد. اللهم صلوه والسلام وبركاته على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.